سنتعرف في هذا الفيديو عن الموديلز الخاصة بالأيميل كما أننا سنرى مثال تطبيق لكيفية إرسال رسالة لأي ايميل عبر البيثون أولا سنحتاج مكتبة اسم تي بلايب هذه المكتبة يجب أولا ثبيتها في التطبيق إذا كنت تستخدم تطبيق البيدرو 3 قم بالذهب إلى هنا بيب يعني فقط قم بكتابة اسم المكتبة وقم بالضغط على انستال سيطلب منك أن تقم بالثبيت أبليكاشن تابعة للبيدرو 3 قم بتثبيتها وسيتم تثبيت هذه المكتبة ثم هنا نقوم باستدعاء ميتود اسمها هذه الميتود اسمها الميمت تيكست ثم هنا ميتود أخرى اسمها كذلك الميمت ملتي بارت هذه الميتود خاصة بالميساج والأمر الآن لدي هنا متغير اسمه ايميل هذا المتغير هنا أضع الايميل الخاص به يعني الايميل الذي سأرسل منه الرسالة هنا الباسورد أقوم بكتابة الباسورد ثم أعود ثم هنا لديه send to email هنا أقوم بكتابة الايميل الذي أريد أن أرسل إليه الرسالة أنا كتبت نفس الايميل الذي سأرسل منه الرسالة يعني نفس الايميل هو الذي سيرسل الرسالة ونفس الايميل هو الذي سيتوصل بالرسالة ثم هنا هنا يعني هنا عنوان الرسالة مثلا هلو بايثون هنا الميساج يعني الرسالة مثلا فقط هلو حافظ ثم لدي هنا متغير ميساج يساوي الميم ملتي بارت يعني الميساج عبارة عن فرام هو يساوي متغير الايميل ثم ميساج تو يعني الى يعني الى هو يساوي send to email يعني الاميل المرسل إليه ثم لدي الميساج سابجكس وهو يساوي عنوان الرسالة كما أنه لدي هنا الميساج دوت أطاش يعني يساوي الميساج يعني هنا الرسالة بحادثتها ثم لدي متغير السيرفر هذا يعني له علاقة بالاس ان تي بي يعني لفتح جيميلات الأمور يعني هنا ستارت يعني يقوم بفتح الاميل هنا كذلك يقوم باللوغن يعني بالدخول الى الاميل والباسورد و نقام بادخل عليه ثم يقوم هنا يعني يعني بإرسال رسالوات الأمور ثم في الآخر يقوم بالخروج الآن الايميل يخوان هاذا أورسل منه رسالة و هذا هو الايميل الذي سوف يتسوصل بنفس الرسالة كما ترون لا توجد لدي رسائل هنا فقط سأأتشغل الآن سأنتظر قليلا الآن تم إرسال الرسالة سأعود إلى جيميل كما ترون توصلت بالرسالة هذه الرسالة هلو بايثون وتحتوي على ميساج وهلو حافظ لكن لدي بعض النقاط المهمة كم من شخص سيجرب هذا الأمر أو هذا القود على جيميل خاص به لكن سيجد إيرور وهو أن جوجل جيميل لن يقبل أو سيعلمه بأنه أحد ما قد قام بفتح جيميل خاص بك ولن يتم تنفيذ القود إذن هنا يا إخوان إذا كان جيميل خاص بك له حماية يعني secretation فلن يتم فتح جيميل لأن جوجل يا إخوان لا تعطي الحق لأي برنامج مثلا أن يقوم بفتح جيميل خاص بك من غير برامج جوجل لهذا يا إخوان قم بإنشاء جيميل غير محمي يعني جيميل عادي فقط بدون secretation يعني بدون أن تقوم بحماية هذه الأمور وسيتم يعني عمل القود بنجاح لكن إذا كان لك جيميل محمي يعني له secretation لن يتم تنفيذ القود وسيعطي خطأ وسيتم يعني إرسال رسالة لك عبر الجيميل يعني تقول لك أن جوجل يعني هناك شخص ما يريد أن يقوم بالدخول إلى الجيميل الخاص بك وتم حظرواتي الأمور فقط عليك فتح جيميل عادي وسيتم تنفيذ القود بنجاح أتمنى أن ينال إعجابكم هذا القود وإن شاء الله سأشرح كذلك القود لكيف يرسل مثلا صور أو إرسال مثلا ملفات أواتي الأمور وإن شاء الله سأشرح كذلك ترجمة نانسي قنقر